بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق مولانا وحبيبنا وقائدنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الأبرار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والصالحين إلى قيام يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مر أسبوع على أربعين السيد الهاشمي سماحت السيد هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله وأرى من المناسب أن نعزي ونبارك بهذا السيد الشهيد قال تعالى في كتابه العزيز إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون أخي الحبيب سماحة السيد الهاشمي رضوان الله تعالى عليك يا رفيق الدرب في هذه المسيرة الإلهية المقاومة عرفتك رساليا أصيلا مثقفا واعيا وهادفا لم تهدأ حركتك في رئاسة المجلس التنفيذي على سعتها لمتابعة العمل الثقافي والتعبوي والصحي والاجتماعي والتنظيمي والهيئات النسائية والكشافة وأعمال عديدة كنت تتابعها ليل نهار بشكل دؤوب لقد كنت عضدا لسماحة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه ويده اليمنى وكنت حاضرا في الميدان دائما مع المقاومين ومع كل متطلبات الساحة أنت مصداق قوله تعالى أولئك هم الصادقون خسرناك وربحت هنيئا لك في عليائك مع محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مع الشهداء والمجاهدين مع قائدنا الأسمى سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه مع الشهيد إسماعيل هنية مع الشهيد يحيى السنوار مع الشهيد قاسم سليماني مع كل الشهداء والأبرار كل التعازي والتحايا والتبركات في هذا الجهاد والشهادة العظيمة هنا لابد أن نذكر أيضا في المقدمة شهادة أخينا الحبيب مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف النابولسي الذي استشهد في ميدان الجهاد الإعلامي والمقاوم وهو على طريق القدس وطريق التحرير الحاج محمد أيقونة إعلامية متابع ومثابر وهو ذو رؤية استراتيجية إلمامه واسع حرص على إقامة المؤتمرات الصحفية ليسد ثغرة إعلامية مهمة من أجل فتح العدو من ناحية ومن ناحية أخرى من أجل تبيان أعمال المقاومة وإنجازات المقاومة ومن ناحية ثالثة ليرد على الإفتراءات التي كانت تكال على حزب الله وعلى المقاومة صداقاته متنوعة وملفتة انفتاحه على وسائل الإعلام المختلفة كان ميزة خاصة لديه أفكاره وإبداعاته أغاض العدو كثيرا ولذا اغتاله ووقف بوجهه خافوك فقتلوا الجسد لكنهم لن يتمكنوا من قتل روح المقاومة والاستمرارية على خط الجهاد كل التبريك والتعزية بالشهيد حمد عفيف النابلسي وإخوانه معه الشهداء إحسين رمضان وموسى حيدر ومحمود الشرقاوي وهلال ترمص وندعو للجرحة بالشفاء العاجل إن شاء الله أيها الشهيد المقدس أنت استشهدت في منطقة رأس النبع في بيروت يعني أن العدو الإسرائيلي اعتدى على العاصمة وأنت في الموقع المدني الإعلامي السياسي الذي يفترض أن يكون محميا في مثل هذه الحالات لم يكتفي العدو الإسرائيلي بالاعتداء على منطقة رأس النبع لاغتيالك وإنما اعتدى أيضا على منطقة مارلياس حيث استهدف متجرا واعتدى على منطقة زاء لبلاط حيث استهدف شقة سكنية إذن هو ضرب واغتال واعتدى على قلب العاصمة بيروت لذا لا بد أن يتوقع بأن يكون الرد على وسط تل أبيب لا يمكن أن نترك العاصمة تحت ضربات العدو الإسرائيلي إلا ويجب أن يدفع الثمن والثمن هو وسط تل أبيب آمل أن يفهم العدو بأن الأمور ليست متروكة الأمر الثالث أريد أن أشكر جميع من عزانا وواسانا وبارك لنا بشهادة أميننا العام المقدس سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه والشهداء القادة معه وكذلك أرسلوا البرقيات واتصلوا اتصالات بإخواننا الأعزة نظرا لهروفنا الموضوعية أنا أشكر الجميع على اتصالاتهم وتعزيتهم وتبريكهم في آن معا من دون أن ندخل في التسميات كي لا ننسى أحدا كذلك أشكر الجميع الذين باركوا خطوة الحزب باختيار الأمين العام الجديد وهذه أيضا كانت محل اهتمام واسع إعلامي أو من خلال الرسائل الخاصة أشكركم جميعا باسم الحزب باسم المقاومة وإن شاء الله سنتابع المسيرة ونحفظ الأمانة أمانة الشهداء اليوم حديثي سيكون حول عدة موضوعات لها علاقة بساحتنا وبوضعنا أولا نحن واجهنا في لبنان معركتين في مرحلتين المعركة الأولى معركة إسناد غزة لمدة أحد عشر شهر غزة الصامدة غزة الجريحة غزة التي أعطت الشهداء حرصنا أن نكون في عملنا وجهادنا بمستوى أن نقدم ما نستطيع لغزة ونصرة فلسطين آخذين بعين الاعتبار الظروف اللبنانية وأيضا ما ينفع غزة في العمل والحمد لله أدينا مهمة كبيرة يشرفنا أن نكون من القلة الذين دعموا الحق مع عراق الشموخ ويمن العنفوان والجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادتها وحرسها وشعبها في هذا الموقف النبيل بينما العالم يتفرج على أكثر من خمسة وأربعين ألف شهيد ومي وخمسة آلاف من الجرحة ومليونين ونصف من الذين ينتقلون من مكان إلى آخر ويدب فيهم الجوع والعطش فضلا عن التدمير أين العالم الحر؟ للأسف هذا برسم الأجيال القادمة المعركة الثانية هي التي بدأت منذ شهرين إرهاصاتها في 17 أيلول مع موضوع البيجر هذه المعركة سميناها معركة أولي البأس وهي لصد العدوان الإسرائيلي الشامل على لبنان وفي الحقيقة إسرائيل لا تحتاج إلى ذريعة لمن يناقش أنه كان يوجد ذريعة إسناد غزة لا لا تحتاج إسرائيل إلى ذريعة وعلى كل حال كنا قد وافقنا على فكرة بايدن مكروم في 23 أيلول على قاعدة أن الحل ممكن أن يكون موجودا بوقف العدوان لكن اغتالوا أمينا العام في 27 أيلول واستمرت هذه المعركة مر الحزب في حالة إرباك حقيقية لمدة عشرة أيام ثم لملمنا وضعه بطريقة معينة واستطعنا أن نستعيد عافيتنا السياسية والمقاومة والإعلامية وفي كل المجالات بحمد الله تعالى صحيح أن الإصابات مؤلمة وموجعة وتسقط دولا وأحزابا وجيوشا لكن الحمد لله تعالى لدينا من أولي البأس ما يساعد على أن نصند أمام هذه التحديات أعلن نتنياه أهدافه الكبرى فتبين أنه يريد الشرق الأوسط ليس فقط لبنان وليس فقط شمال فلسطين وعودة النازحين أو الهاربين من تلك المناطق على كل حال ماذا كانت النتيجة في كل هذه المعركة لمدة شهرين النتيجة صمود أسطوري للمقاومة في لبنان شهد بهذا الصمود الصديق والعدو كنا نتوقع أن الحافة الأمامية تستمر لخمسة عشر يوما ثم ينتقل الإسرائيل إلى المرحلة الثانية بعد الحافة الأمامية لكن تبين أنها طالت شهر ونصف وهذا دليل على بأس المجاهدين ودليل على أن العدو خائف من التقدم نظرا للخسائر التي دفعها في بدايات محاولة التقدم والخسائر التي يمكن أن يدفعها لو استمر أكثر من مئة قتيل إسرائيلي وأكثر من ألف جريح إسرائيلي خلال هذه الفترة البسيطة أطلق المجاهدون خلالها من مناطق الحافة الأمامية بعد أن أعلن الإسرائيلي أنه دخل إليها وما أطلقوا صواريخ عادية يعني عندما يطلق من مارون الراس وقرب مارون الراس إلى حيفة يعني أربعين كيلو متر هذا يعني أن المقاومين ينتشرون وهم لديهم حضور وازن ومؤثر بحمد الله تعالى إطلاق الصواريخ والمسيرات بقيت على وطيرة مرتفعة تهجير مئات الآلاف من الإسرائيليين من بيوتهم هذا من نتائج هذه المعركة وهذه المواجهة حتى وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد ساعر غير الأهداف قال هدفنا ليس تدمير حزب الله انتقلوا إلى المرحلة الثانية لأنهم يريدون معركة تعطيهم كل المكتسبات وهم غير قادرين على خوضها حصل هناك محاولات للتوغل في بعض القرى أنا أريد أن أبين شيئا حتى يعرف الناس الأمور بوضوح المقاومة ليست جيشا المقاومة لا تعمل على أن تمنع الجيش من التقدم المقاومة تقاتل الجيش حيث يتقدم يعني لو دخل الجيش إلى قرية أو أكثر سيكون المقاومون في داخل الوديان داخل المغارات وراء الأشجار في بعض البيوت في بعض الأماكن المحصنة يختفون فإذا دخل الجيش التحموا به وقاتلوا هذا هذا هو عمل المقاومة وهذه طريقة المقاومة في عملية المواجهة ولذلك ليس مهما أن يقال أنه دخل إلى قرية أو خرج من قرية أو اقترب إلى قرية المهم السؤال الأساسي كم قتل له في هذا اليوم وكم جرح له في هذا اليوم وأين تصدى له المجاهدون على طول الجبهة المجاهدون يتصدون بحمد الله تعالى المقاومة تعمل لقتل العدو ومنع استقرار احتلاله نحن في الحقيقة قدمنا كمقاومة نموذجا استثنائيا في هذا الصد الذي حصل هناك بأس للمقاومين هؤلاء الذين يواجهون بصلابة تعرفوا أنه نحن منعاني أحيانا أن بعض الإخوة يطلبون الذهاب إلى الحفة الأمامية ونقول لهم طولوا بالكم لأنه في مقاومين الحمد لله وصامدين وثابتين وموجودين هناك لدينا القدرة الكافية بحمد الله تعالى وأنا أقول لكم رغم الإمكانات الموضعة في أماكنها هناك إمكانات تنقل إلى الحافة الأمامية أيضا ويوجد تبديل للمقاومين حتى قرى الحافة الأمامية يعني الطريق سالكي كيف تكون الطريق سالكي والعدو في الجو يسيطر على كل الجو الله بساعد وإن شاء الله الإخوان يعرفون تماما الجغرافية ولديهم الجرأة والشجاعة ليتقدموا على كل حال هذا العدو الذي استدرج إلى هذا الموقع سينال الخسائر الكثيرة في النهاية الأرض لنا والشباب شبابنا والمقاومة هي من هذه الأرض لا يمكن للمحتل الإسرائيلي أن يستقر أو أن يستمر أو أن يتقدم مستقرا في أرضنا هو محتل وسيطرد إن شاء الله نحن نؤكد أن الكلام للميدان والنتائج مبنية على الميدان بقسميه ميدان المواجهة البرية وميدان إطلاق الصواريخ والمسيرات إلى عمق الكيان الغاصب لدى المقاومة القدرة على الاستمرار على هذه الوتيرة ولمدة طويلة وأنتم تلاحظون أن الضربات اليومية ليس فيها روتين دائما بيصير في تشكيلي يعني يستهدف الإخوة ثكنة جديدة مستوطنة جديدة فيها ثكنة وهكذا حتى الأبعاد والمسافات ساعة 100 كم ساعة 150 ساعة 125 ساعة 40 30 إلى آخره هذا كله ضمن برنامج يعد سلفا بتنسيق النيران بين القوى المختلفة التي تقاتل لا يمكن أن تهزمنا إسرائيل وتفرض شروطها علينا ونحن رجال الميدان وسنبقى في الميدان إن شاء الله تعالى هنا تأتي النقطة الجوهرية ما هو الحل؟ يقولون الآن بأنه يوجد ورقة من أجل المفاوضات نحن استلمنا هذه الورقة وقرأناها جيدا وأبدينا ملاحظات عليها لدينا ملاحظات ولدى الرئيس بر ملاحظات أي أن ملاحظاتنا كلها بين المقاومة والدولة إن شاء الله متناغمة ومتوافقة وهذه الملاحظات قدمت للمبعوث الأمريكي وتم النقاش معه فيها بالتفصيل نحن قررنا أن لا نتكلم في الإعلام لا عن مضمون الاتفاق ولا عن الملاحظات التي لنا فلنترك هذا النقاش بشكل هادئ لنرى هل سيصل إلى نتيجة أم لا لأنه في النهاية الطرف الإسرائيلي يتوقع أن يأخذ بالاتفاق ما لم يأخذه في الميدان وهذا غير ممكن والملاحظات التي أبديناها تدل بأننا موافقون على هذا المسار للتفاوض غير المباشر من خلال دولة الرئيس بر إذا كان الطرف الآخر يريد هذا أعلمون أنه أنه يريد هذا طيب سنرى ما هي النتيجة هل نتوقع أن تنتج هذه المفاوضات وقفا لإطلاق النار ووقفا للعدوان بشكل سريع لا أحد يستطيع أن يضمن لأن الموضوع مرتبط بالرد الإسرائيلي وبالجدية التي تكون عند نتنياهو لكن ليكم معلوما تفاوضنا تحت سقفين سقف وقف العدوان بشكل كامل وشامل والسقف الثاني هو حفظ السيادة اللبنانية أي لا يحق للعدو الإسرائيلي أن ينتهك وأن يقتل وأن يدخل ساعة يشاء تحت عنوين مختلفة يجب أن يكون لبنان مصانا نحن أعددنا لمعركة طويلة ونحن نتفاوض الآن ولكن ليس تحت النار كما يقولون لأن إسرائيل أيضا تحت النار بمعنى آخر نحن قررنا أن يكون هناك مساران يسيران معا مسار الميدان الذي يكون بشكل تصاعد بحسب المعطيات الميدانية ومستمر إن شاء الله تعالى فيه صمود وعطاء والمسار الثاني مسار المفاوضات يعني لا نعلق الميدان على المفاوضات فلو افترضنا أن المفاوضات لم تنجح خلال فترة من الزمن نحن مستمرون في الميدان نجحت أو لم تنجح إذا نجحت عندها يكون الميدان جزء من نجاح هذه المفاوضات أما من يقول لنا بأنه ستكون حرب استنزاف نعم حرب استنزاف على العدو الإسرائيلي لأنه نحن ليس لدينا إلا قرار واحد الصمود والاستمرار حتى ولو طال الزمن بتقول أنه عندنا استنزاف نعم لكن نحن نتحمل هذا الاستنزاف لأننا ندافع عن أرضنا ندافع عن وطننا ندافع عن لبناننا وهذه مسئولية تقع علينا وعلى غيرنا قررنا أن نكون أهل إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة نحن مؤمنون بوعد الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم تحية إلى المجاهدين في الميدان لأنهم هم الذين أعطونا هذا الزخم وهذه القوة وهذه العزيمة وهذا الموقف وأيضا تحية إلى أهلنا الذين يلتفون حولنا من هم هؤلاء؟ هؤلاء أولادهم على الجبهة وهم في النزوح ويعانون ويصبرون ويتحملون لكن دائما الرضا والشكر لله تعالى والأمل بالنصر والاستعداد لتقديم الشهداء هذا نموذج يحصن المقاومة ويجعلها أقوى في مواجهة التحديات لفتني إحدى النساء أجروا معها مقابلة تلفزيونية بالمقابلة عم يسألها قال قديش عندك شهداء قالت له عندي ثلاث أولاد شهداء وعندي اثنين أحفاد شهداء وعندي اثنين أصهرة شهداء يعني عندها سبعة طيب شو عندك انت اقتراحات شو عندك تصورات شو بتقولي قالت له والله شو ما عملنا قليل قدام أهل البيت سلام الله تعالى عليهم والله قليل بس لا إلك بيضوا لي وجي قدام السيدة الزهراء عليه السلام والسيدة زينب عليه السلام وهلا بإلك إذا المقاومة بتقول إنه أنا مطلوب مني إني روح وإعمل شي وضحي بنفسي أنا حاضرة أعطي نفسي وأعطي كل اللي باقي عندي مثل هالجماعة مثل هالمرأة والله لا يمكن إلا أن يكرمها الله ويكرم من معها من المجاهدين نحن بين خيارين السلة أو الذلة السلة بحمل السيف والقتال الذلة بالاستسلام فلا يبقى لنا شيء وهيهات مننا الذلة ما لح نقبل ولذلك نحن مستمرون في الميدان بيجي البعض بيقول بس يا أخي الكلف كبير عليكم منقول له طيب الكلف كبير علينا ليش ما هي الناس أحيانا بتحكي بطريقة خاطئة ليش الكلف علينا كبير لأننا أمام عدو وحش يقتل المدنيين ويقتل كل حياة موجودة يعني نحن نواجه وحوش بشرية إسرائيلية تدعمها وحوش بشرية كبرى أمريكية طيب شو بدك نعمل أمام هذا الوحش ما هو عم يعمل هالأعمال هذا الوحش حتى نخاف ونرتعب ونسلم له يعني بيصير بياخد كل شيء مجانا يعني بيأكل أمتى ما بده لما بنكون نحن مستسلمين لأله لا فشر لا يستطيع هذا الإسرائيلي أن يقوم بهذا العمل سنبقى في الميدان وسنقاتل مهما ارتفعت الكلفة سنجعل الكلفة مرتفعة على العدو أيضا هو يتألم أيضا والكلفة عليه مرتفعة أيضا فما حدا يجي يحملنا مسؤولية أنه لا يكو شو عم بيصير لا يكو شو عم بيصير الإسرائيلي هو الذي يعتدي فليوقف اعتداءاته وبالتالي نحن بموقع الرد والدفاع طيب أنتو ممكن بهالحالة مع الإمكانات اللي عندكم تنتصروا على العدو أنا حقيقة حبيت اليوم بيين شو معنى النصر اللي منحكي عنه لا يمكن أن يتوقع من مقاومة أمام جيش عنده هالإمكانات والقدرات أنه تقدر المقاومة يعني تزيد زيدوا عدد أو تربح أرباح بدون خسائر بدون تطحيات ما ممكن لكن أنا أبقى لكم في أهداف عند العدو عندما لا يحقق العدو أهدافه يعني أننا انتصرنا كل مقاومات الدنيا تدفع أثمان باهظة لكن بالنهاية قيمتها أنها لم تحقق أهداف العدو ولذلك نقول أنها انتصرت نحن أيضا نواجه أهداف العدو في لبنان إن شاء الله سنخرج أقوى لأننا صمدنا وضحينا وأعطينا ولم ندعى العدو يحقق أهدافه أيضا لأنه عنا تماسك وتعاون أقول للنازحين من أهلنا وأحبتنا في البيوت أو في مراكز النزوح والله نحن نقدر ما تقومون به وما تعطونه ونعلم أنكم تضحون كثيرا لكن نحن أيضا نقوم بما نستطيع من تأمين المساعدات والتعاون من خلال إخواننا والجمعيات التي نعرفها وبالتعاون مع الآخرين بدها صبر وأنت أهل الصبر وأنت عم تقولوا هيك فإن شاء الله الله عز وجل بيفتح علينا ومن ظل نحن متعاونين هون بدي يوجه رسالة تحية خاصة لحركة أمل وشباب أمل وعوائل أمل بالحقيقة حزب الله وأمل ما في فرق بيناتهم لا بالساحة ولا بالتضحية ولا بالحضور لأنه نحن عائلة واحدة ونحن في وطن واحد بل حقيقة أنا أتمنى أن يكون كل الوطن على هذه الشاكلة نعم أنا أقول أنه اللي دعموا اللي آووا النازحين اللي ساعدوا أنه جزء لا يتجزأ من هذه المقاومة الوطنية الحقيقية نحن اليوم نقاوم في لبنان دفاعاً عن لبنان ودفاعاً عن شعب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يخرج إلا بالمقاومة ولم يهزم إلا بالمقاومة وسنستمر على هذا المنوال إن شاء الله تعالى أجدد الشكر لكل أبناء وطننا لكل العوائل لكل الطوائف لكل البلديات لكل الذين يسعون واعلموا أنه هذا رصيد لإلكم رصيد في الدنيا ورصيد في الآخرة لأنه هذا بيأثر على بناء الوطن وتعاوننا معاً كان في موضوع أنا كنت محضر لكن قلت إذا الوقت اتسع نتكلم به لأنه ما له علاقة بالتفاصيل الحالية لكن حتى نقول لكم بأننا أثناء المعركة نفكر بمستقبل وطننا وبشكل واضح أقول لكم لم نغير ولم نبدل في مواقفنا ولن نغير ولن نبدل في هذه المواقف الوطنية الشريفة المقاومة نحن نؤمن بتكاتف الجيش والشعب والمقاومة وهو الرصيد المتبقي الذي نستطيع من خلاله أن نبني وطننا وكذلك سيبقى أربعة أمور حطوها عندكم لبعد وقف العدوان إن شاء الله تعالى واحد سنبني معا بالتعاون مع الدولة وكل الشرفاء والدول والقوى التي ستساعد من أجل إعادة الإعمار إن شاء الله تعالى ويعود كل لبنان أجمل وأفضل اثنين سنقدم مساهمتنا الفعالة لانتخاب رئيس الجمهورية من خلال المجلس النيابي بالطريقة الدستورية تليتي ستكون خطواتنا السياسية وشؤون الدولة تحت سقف الطائف بالتعاون مع القوى السياسية أربعة سنكون حاضرين في الميدان السياسي بقوتنا التمثيلية والشعبية وحضورنا الوازن لمصلحة الوطن لنبني ونحمي في آن معا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر